السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اكيد كنت تلاحظون انني ممتسمة. ممتسمة لان البارح المغرب مناس حتى فرح كله. انا متأكدة ان البتسامة كانت والفرحة مهما يكون الانسان. لا المنتقدين فرحوا لان كان دور ديالهم كتير 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 زوين. لانا ما نقدروش نقولوا ان هاد الحدث اللي نعست عليها المغرب وفقت عليه انه ما كانش بيد المنتقدين اللي كان نعطوهم الشكر وكانت منه ومنهم خلاص يوقفوا. الحدث شنو هو؟ هو الصلح ما بين اسماء بيوتي وعائل زوج ديالها واللي طفهد الغضب بالعناد وكان حركات كيدداروا مع بعضياتهم. انا حتى باش ما نكونش يعني متحايزة. انا لا من هنا ولا من هنا دائما كنطلع وكنهضر انني لا من هاد الناس ولا من هاد الناس. لانا الى جيت نكون مع اسماء غدي نضرب في العقوزة اللي هي الام اللي يعيب على الانسان انه يضرب فيها مهما يكون. وخصوصا العقوزة لما كتكون متقفى يعني استبعدوا كل البعدة انها تدير شي حاجة خيبة. ولا انا مع العقوزة لانا ما كنشوفهاش كاتهضر في شي حاجة ماشية اديك. الا الخرجات الاولى اللي كان عندها حق الرد على اسماء. المشكلة فين كاين اللي كان كيت تضرب بزاف كانت تضرب بزاف هو احمد. احمد اللي كان كيت نعتب واحد الكلام اللي كانت منى دابا. كانت منى من القنوات انكم وفيتوا وكفيتوا ولعبتوا دور زوين مع العلم ان كانوا الناس كينتقدوكم لكن كان هاد الدور اللي قمتوا به كان يعني ناجح مية في مية. واللي زاد مسك الخيط هو الحفلة ديال اسبوع اللي دارتها اسماء. والحفلة ديال الاختانة اللي دارتها رانية. كان بقصد او بغير قصد كان كل واحد بغي يعطي واحد نمط ديال العرس دياله واحد النضرة واحد الفرحة انه راه هو مهما عنده العدو راه هو منتصر راه وفرحان راه وهد شي بيناتوا لنا اسماء وقالتوا انه مهما فرح زوجها راه ما كانش فرحة. علاش لانه ديك الفرحة كتكون كيخرجون المنتقدين كيحللوا لي ديك الفرحة. حتى الخطوات دياله حتى المشي دياله. يعني ما كانش عنده شي مباركة من عند الناس. وكانوا الناس بزاف كينتقدوه تيقولوا ليها رجع الله رجع الله لانه الاعمار بيدي الله ما فيهاش هاد راجل كبير ولا المرة كبيرة ولا لا. راه في هالحياة عنده واحد الحد اللي كي حددو ولله سبحانه وتعالى في علم الغيب. ما كتعرفش امتا غدي الروح غدي تطلع عنده مولاها والانسان كين فيه متخاصم. انا حسيت ان المغريب كل لخصو يتصالح. انا غنعود لكم القصة كيفاش بدايت سبحان الله. اسماء جابت سعيدة الشرف وجابت بعض المغنيين اللي انا من هنا الاخت اللي غنات الشعبي دي القاتلة العدو داير العدو. اولا انتي ما عندكش واحد الاسلوب فني لانك غير جيتي وطلعتي فنانا. عيب عليك ان حتى لو طلبتك وانتي عارف الموضوع مين. كنش واحد جي عند اسماء وما عارفش الموضوع اللي عنده. ولو تطلب منك او انتي تخرج لك هذيك الاغنية لان ما غديش نقوله راي قاتلك ديريها ولا انتي ديرتيها غنقصد تقدر تخرج لان اي فنان يقدر يغنيها. كان عليك انتي كتعتبر ان نفسك فنانة انك تنقي الاغناء اللي غدي تغني. بحيث انه سعيدة شرف ولو تدعي ان القاعة كانت باردة او لا لكن ما عطاتش واحد الفرصة لاسماء انها تضرب في الام ديال الزوج ديالها. باي وجه ان كان سواء طلبت منها الاغنية ولا اللا وانما كانت عبرت على انها هي ما غديش تنزل لواحد المستوى ديال تعيير الناس الكبار او لا تسب الناس الكبار. احنا غيبين قوسين. لكن هذيك الحركة اللي دارت سعيدة شرف سواء كانت عندها البرد او ما كانش عندها البرد. هذيك لحبت واحد دور كبير عند المنتقدين اللي كان في صالح هاد الصلح. انتقدوها وقالوا لاجا يا معفرة عليك وما بغاش تشوفك ومدور وجهة عليك وما اعطتك شوقت وماشي بحل الاخرى اللي ما غديش نذكر الاسم ديالها اللي غنت لك هذيك الغنية عيب عليها بصراحة عيب عليها. لكن الانسان اللي متى يتطفل على واحد الحاجة ولو يكون صوته زوين. رمي عار شو اللي تيك الدخلي علينا بهذا البادي غارد ولي تيك الدخلي انا ما غنوش لك ما تدخليش. بحيث ان الفنانين الكبار مثلا سعيدة شرف ركشتيا كيف جرى. شرف اسم على مسمى. باطمة اللي تهية. بعد غدي نتكلم عليها. دخلت بواحد دخلاء زوينة. مالك الاغنية الشعبية اللي هو سحاجي بالله ينصر ويحفظو حتى هو دخل بواحد دخلاء محترمة. وزيد وزيد وزيد. يعني احنا كنا هدروع لان الناس المتقلقين. علش تقلقي راسك وانتي بقي ما رسلتيش دك المستوى. والدليل هو هاد الحفل اللي مش يتيليه طيحك. هاد الحفل تطلع بزاف الناس وطيحك انتي يا طيح مستوك ما هدروش عليك الناس بزاف لانك اعتبر نفسك نكيرة لانا ما تقدريش تفكري ولا تقومي بهذا الدور هادا اللي قامت به سعيدة الشرف واللي قامت به دنيا باطمة. ربما ما متفقتش ما مصالحتش عندهم واحد الخلاف كنتمنم عند الله انهم يتصالحوا لانهم بجوج نور المغرب. نور المغرب مع العلم ان انا ممكن كن اختلفت شوية مع باطمة لان باطمة كان صار لها هادك المشكلة. ربما الاعلام خلنا نصدقه او هو. الله كيغفر والانسان علش ما يغفرش وهي بنت بلادنا علش ما نسامحوش البعضياتنا. ثانيا لما خلصوا الناس بنتقدوا على سعيدة شرف. اه تواحد ما عجبوا الحال وطلعت حتى سعيدة شرف شرحت انني انا لا وسيدا عيطت لي او را كنت غدا مسافرها وكان البرد وانا طويلة وكان دير وهي قصير عليا ومهم كان كانت حركة ديال الكلام ديالها ديبلوماسية اللي الفون ديالها بين انها اه تعمدت او دارت شي حاجة والله باش ما نكونوش ظالمينها اه ربما انه اه كلامها صح لكن كنشكروها وكنشكرو العفوية ديالها ديال هذيك الحركة اللي دارت معها انها اه خرجت بنتيجة. اكيد اه طلعوا بعد المنتقدين قللك راه اه شيكشوب راه اه كتدير شي حاجة هي واسماء بيوتي. ربما انهم تواصلوا مع بعضياتهم باش يكون الصلح على يد اه على يد اه الفنانة القديرة اه سعيدة شرف. الهناء وغادي نرجعو دارت رانيا العرس اللي هو اه الناس خرجت فرحت اه وقالت هاد السيدة هدي عندها محتوزين عندها علش كتغدر كتغدر على اللم العائلية على الحما على الاب على الام اللي طيبة تخاطر بمها طبعا لان الام دي البنت دائما تتكون في جنب الام ديالها كتحس بها وكتدير لها شي حويج اللي تقدر هي اه تواصلهم من قلب امها لها ومن قلب الليها هي الامها. جابت احتها هي اه فنانة كبيرة اللي هي اه دنيا باطمة اللي ربما كيقولوا انهم جابوا جوج ديال الفنانات ما كيخضروش مع بعضياتهم كنت منها هاد الحركة اللي دا روحته هما تكون صلح ما بين اه سعيدة شرف ودنيا باطمة. دنيا باطمة اه القلب الكبير دخلة الزينة بصراحة بكاتنا دمعت عينيش كل يقول ليه انه منين شاف دنيا باطمة داخله وسلمت على الاب على رأسه وسلمت على الام قمة التواضع قمة الحب قمة اه القلب الكبير اه دنيا معروفة لسانها صليط وما كتفرقش ما بين المهنة وما بين اه ترد على الكلام دياله وهدا خطأ كبير انتبهوا ليه احت الفنانين وانتبهوا ليه الناس بزاف لكن طبعا غلب التطبع ربما من ينصار لها هاد الشي اه زاد هادك السان دياله الصليط اللي تراجعت علي الحين هادك اه زاد قوة لها الكره ديال المغاربة لها لكن بصراحة بصراحة تعاطفنا معاها وحبيناها وتنحبوها اه العائلة ديالها والاسم دياله هو اللي يخلى المغاربة متشبتين بها وتحبوها والصوص ديالها اللي يوصلهم القوي الرنان اللي طلعتوا في هاد الاختانة ديال والدرانيا اللي خلى اه ديك الاغنية اللي كيغنيها اي واحد اي واحد اللي امتنعات عليها الاخت اللي كتدعي فنانة لانه كتعجبها ايه وكتغنيها علش ما غناتهاش وعليش ما قتلاش لا وغنيها وحنا فنانين كنغني ولي بغينا ولي بغيتهم لا دنيا باطمة غناتها واذا شو الغنى اللي تغنى عند رانيا كان غنى نظيف ما فيه لا ثبان ولا معيور ولا قدف ولا معاني ولا تشي حاجة لدرجة ان الام كان نقصها في ديك الفرحة وجود الولد ديالها لا هي مشت عنده ولا هو جا عندهم الى مات هاد الخصام الناس كلها ركزت على دوك الدموع الغالية ديالها ديك السيدة اللي انا انا بدوري كان كلها كل احترام وتنحبها وتنبغي على ديك الرقية اللي فيها وديك التقافة اللي فيها الداخلية اللي كتنبع من وجهها والخارجية اللي هي كتورينا هادك الام الحادقة هادك الام اللي نيضة عليها بضجة انها عقوزة من زياناش وانما ربما تكون قصات واحد منهار عليها لانها بنتها هي مرت ولدها وقالت لها شي حاجة واخره حقدات عليك والان ما بغادش تخلي هادك الناس في حال همضة انها ما بغادش تخليهم في حال همضة دراها عبد المأمور وان الان منامو ككن غحو لنس لانوسفك حكوitating لديها وانا كل اللي دار من وراء ده صحيح انه بقى وقفورة المرات دياله لانه لازم يحافظ على البيت دياله لانه الام دياله تيك تقول الله يكمل على ولداتي كاملين ويسهل علىهم كاملين هذا دليل على انه بغى ولداتها يبنيوا حياتهم ويطلعوا ويتكملوا لكن ماشي انه يسكت مياه في المياه وربما انه سكت لانه كان كيتحاشى المشاكيل وغادي يقدري يلارجع لدارهم او مثلا تخاصم معها غادي يقدر يرجع وغادي ينود صداع وغادي تنود المشاكيل اكتر وما يقدرش يكون الصلحة هنا كي يبين لك ان الخصام كين لكن في واحد شوية ديال الاحترام ما بين الام والابن دياله والاب دياله كيف ما قالوا انا كان نقصني الابن الاكبر يكون في جنبي عمر شي واحد فيكم ما يقول ان الوالدين كيكرهوا الولاد خاصة الولد الكبير او البنت الكبيرة كيحطوا لها الحمل ايه كييعطيوها واحد المسؤولية ايه لكن هذا دليل على انهم هما كيرشخوهم انهم يكونوا الخليفات ديالهم بعدما غنات دنيا باطمة هديك الاغنية المؤترة اللي تهزت فيها القلوب اللي بكينا فيها اللي حسين احنا خاصة اللي في الغربة ولي عنا وليدينا مراد الله يشاف يوم واليهم برحمة الله ومن هناك نطلب منكم انكم تحموا لي على الناس اللي عندي ماتوا والولدة ديالي الله يشافيها هناك نطلب منكم تدعو لي مع الولدة ديالي الله يشافيها ان شاء الله يا ربي ويقعد بوسادها ومسكينها ما تستهلش ما تستهلش تمرض هديك المرضى اللي هي مريضة بها دبا وكنت منم عند كل واحد يدعي معها بالشفاء العاجل والله العظيم لا بغيت لايك ولا بغيت شيء يدعيوا لي يا غين مع الولدة ديالي لان كل واحد فيكم كيسمعني دبا إلا وكيحس انه عنده الام دياله انا من الناس اللي حضيت بالرقم الاول مع الولدين ديالي وجهت انا البكرة علي المسئولية كلها وكان فتخر وكان قنطش وكان يعجبني الحال وبعد المرات كان حس انني انا ضايعة في الحب ديال الولدين ديالي لانا كان شوفهم كيهزو لهم من الاخرين وانا ما تيهضروش عليها لكن بعد ما كان شوفهم كيتكلموا معايا بواحد مسئولية عاطينها ليا كان حس انني انا الحب الاول ديالهم لانا هدي حقيقة لا رجعت فيها لاني انا حتى انا عندي ابن الاكبر كان بغيه كان موت علي وتهوكي حس نفس الاحساس انه ضايع من جيه تخوته لانا الحب كله عاطينه لخوته بالعكس عمر لي ايد ما كانت قطع منها شي صبعا هذا دخلا دخلتها لكم شخصية لانا عبرت لكم على الاحساس ديالي وطلبت منكم دعوات الام ديالي المهم انه نرجعوا للموضوع ديالنا باطمة منين دخلات وغنات ونشطات هدك الحفل وزادت القدام بهدك الحفل وكانت مشي فنانة كانت فنانة بمعنى الكلمة وكانت معزومة ولا ربما كان بعض الحركات يعني انتبهت لها باطمة كان عندها لحظة انها تجي في العرس الثاني وتعرف انه الاول كانت فيه سعيدة وانه انتقدوا الناس ربما راجعت لكن هذا هو الفنان الفنان هو اللي تيخدم بالعقل دياله فكرات هاد الحركة اللي دارت دنيا باطمة فكرات فيها سعيدة شرف بعد ما جهت طالب انها تساعد او هي جتها الفكرة انها تساعد في الصلح دياله للناس فعلا نجحت فيه نجحت لانه تواصل الحركات جام ترابط جام ترابط بزاف فكن الحمد لله ونشكروه ان قلوب المغاربة سواء قلوب الفنانين او قلوب الناس العاديين او الطباء او المحسنين انها قلوب رحمة ما كتبغيش شر كنت منهو من هاد الحادثة داره ماشي هادا خصام واحد كين في المغرب وانما هادا الخصام النموذجي اللي هو كان طالع على العلن اللي كان كلنا كان ننتقدوه وكان قلوه عيب انه الناس تخرج نشيرها وتنشروه للناس تشوفوه وانما بعدها كل ما تيكون شي حاجة خيبة الا كتكون زوينة كنت منه هاد الصلح يكون صلح اخر ما يكون فيه شلو ما يكون الانسان يراعي نفسه هما يراعي المرت والدهم ومرت والدهم تراعي ليهم لانهم هما ناس كبار وليك شجدة ما تحرمش من دوك الاحفاد لانه جات هاد الجنة جنة الحياة جنة الحب جنة صحيح انه مختاروا هاد الاسم ربما ما عارفوش علش تختاروه وانما اختاروه انها تكون الجنة والجنة كيكون فيها كل شي زوين وجنة ما قدرتش تخرج للدنيا وتلقى كل شي مخاصم جنة واحد الاسم اللي اسم على مسمى مع العلم اني انا من الناس اللي قدرت له في الكومنتاري لا سمتي جنة راعي بهذا الجنة راعي بهذا الاسم ولكن كما كالحال اسماء بنتنا انتقدناها خرجنا قلنا لها شي كلا ماشي وادا قاصح الا باش توصل هاد النهار هادا اللي صالحت فيه الحماديا لها والحماديا لها مستحيل نقدوها وانما يلكين فيها شي عيب او كانت فيها شي حجارة هي غادي تشوف مرة متقفى مرة تقيلة مرة عارفة شكا تقول وشكا تدير وفين كا تمشي وشكا تدير تنتمنى وعند الله ان هاد الحياة ديال هاد سيد هاد احمد انه تمشي تمشي على مستوى يعرف ياخد درس ويعرف كيفاش يضبط الاسرة دياله ويحتارم الاهل دياله كانت منى البيبان ديالهم ما يتسدوش بعض اياتهم كانت منى هاد البيبان ديالهم ديال ديال ديورهم تبقى مفتوحة في وجه الوالدين ومفتوحة في وجه الولاد وطبعا انها مفتوحة في وجه الولاد هذا شي لا نقاشة فيه وانما كانت منى من عند اسماء انها تدير نقطة وطويل كتاب وترجع تفتح كتاب خر وتبدأ بنسطر الاول ديالهم كانوا كفرحانين كانوا عجبهم الحال مبادرة زوينا زوينا بزاف بزاف من الطرفين هي اسماء اللي طلبت السلح ومهما يكون قلبها عامر ولا ما عامر شخصها تنسى ولا بغت تعيش حياة زوينا مع زوجها وتعيش هذه الحياة وتستفد من اللي وصلت لي خصها تغاضى على ذاك الشي اللي كان تنسى كلنا عنا ماضي كلنا عنا اشياء اللي مرنا بها وزعجتنا لكن غمضنا عيننا كانت تفكرها مرة مرة وكان قولوا يعد بالله من الشيطان الرجيم كأنه شي بلاء جانا لكن الى بقينا كانت تفكره ديما في الماضي ديما كيكون الحقد ديما الشيطان واقف جنبنا قاسع لكتفنا كيورينا النقط اللي احنا نسيناه وكانت دقيقة جدا وكفيقنا لها علاش لانه ما كيبغيش الصلح ما كيبغيش الصلح والشيطان را كان شيطان ديال الانسو كان شيطان ديال ديال الجن كنشكره بزاف القنوات المنتقدة الكبيرة والصغيرة اللي كانت ماسكة هاد ميلف هادا وخرجت هدرات فيه حتى تطور حتى كبر حتى خرج العروق ديالو وكانوا خصوصا خصوصا بعض القنوات اللي كانوا كيضربوا وكيبغيوا فتحوا بعض الاشياء اللي ممكن اسماء قالتها وكيتراجعوا كيبينوا لانه نحن عندنا بزاف ديال حويج ما نقولوا تراجعون على الشيطان كانت منه من حمد على الاقل يشد واحد كونجي ديال شهر يبات عنده مليلا نهارا هدي بس نزحة من عندي كانت منه من عند حمد ان شاء الله يفرح بوليداته ويفرح بالام ديالو وبخته وبالنسابه وبالزوجة ديالو وتكون لمة وكان اعتادروا احنا للأمال والسلحاج على كل ما صدر من اسماء كتعد انها بنت دخلت عندكم وكانت بنتكم وعقلها طاش ماشي صغيرة وانما عقلها طاش واتجبرت لكن في الاخير تنازلت واعتدرت وهذا هو اللي شفع لنا فيه احنا يا المغاربة انها اعتدرت قدم الملأ اعتدار ما كانش يقول شي واحد راها مسكينا قالت لي هنبوس لك رجلي كل هذا ووقفوا هاد الشي وحبوا بعضياتكم ولي عندها شي واحد ولا شي عقوزة مخصمة معها تجري تصالح معها وتقلب لي على شي فنانا ودين لنا شي عرسية نشوفوها وتغني لنا شي اغنية ووالياكم من الفنانات اللي كي يزيدوكم يشحنوكم لان هادوك تيحبوكم علاش يجبتوهم باش كيضربوا في بعضياتكم وقالنهم شياطين شياطين فوق الخشبة هادوك ماشي فنانات اما الفنانات هي سعيدة شرف وهي الدنيا باطمة وكانت من لهم الصلح وياريت بادروا بالصلح مبيناتهم وكانت من المغرب كله يكون فرحان كيف الفرحة ديالبارح والسلام